اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ذم رأى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها الرضيع فقالت يا رسول الله خذ هذا معك في الغزو قال الرسول ماذا فعل به قالت خذه وضعه امام سدرك حتى اذا اتى بك سهم يأتي على ابني ويكون لك فدايا رسول الله هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم والله اعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ميزة وشرف وكرامة سبحانه وتعالى نداء الانبياء في القرآن نرى بأسمائهم يا نوح إنه ليس من اهلك يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يا زكريا إن نبشرك بقلاء من اسمه يحيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لكن الله سبحانه وتعالى ما قال في القرآن يا محمد بل يذكر سفاته سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فسبحانه وتعالى مدح سدره ومدح ذهره ومدح سبحانه وتعالى عينيه ومدح أذنيه ومدح حتى معلمه يا الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك سدرك هذا خليل الله حبيب الله خليل الله يقول يعني واجعلني من ورثة جنة النعيم ولكن حبيب الله الله يقول إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله هذا هو الميزة الخاصة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى نبينا أبو عمد يقول موسى عن رب شرح لي سدري ويقول لحبيبنا ألم نشرح لك سدرك ألم نشرح لك سدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم يقول داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فلا تتبع الهوى ولكن لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكم الله سبحانه وتعالى مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق لعلى وإنك كم الله سبحانه وتعالى أكد إن يسمى اللغة العربية حرف تاكيد يعني حروف الاستعلاء وإنك لعلى كأن الخلق دابة والرسول صلى الله عليه وسلم متمكن عليها وإنك لعلى خلق عظيم فمرة من المرات قال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله اتخذت موسى كليما وإبراهيم خليلا وألنت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح وأحييت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي ففي الأثر الله يقول أوليس يا حبيبي أوليس قد جعلتك أفضل من ذلك ألا ذكرت إلا ذكرت معي لا إله إلا الله إيش بعدها محمد رسول الله أطيع الله وأطيع الرسول ومن يطيع الله والرسوله ومن يحادد الله والرسوله استجيب لله وللرسول وأذان من الله والرسوله براءة من الله والرسوله فاذنوا بحرب من الله والرسوله تؤمنون بالله والرسوله وإرساداً لمن حارب الله والرسوله فصير الله عملكم والرسوله هذا ما وعدنا الله والرسوله وصدق الله والرسوله ومن يتولى الله والرسوله إنما وليكم الله والرسوله من مستعد لله وللرسول مستعدون إن شاء الله ولذلك إخوة الإيمان نحن جيناكم لزيارتكم ونحن النائبون عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا واجب كبير ما هو الواجب نشر دين كله في العالم كله الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يعني كمان نعرف لغة العربية قل فعل أمر هذه اسم إشارة يعني هذه قل يا رسول الله مفتخرا ومتعززا قل هذه سبيلي أي هذه طريقة هذه منهاجي هذه حياتي أدعو إلى الله إذا حذف المعمول دل العموم يعني أدعو الناس إلى دين الله الكامل على بصيرة على علم ويقين وبرهان أنا ومن اتبعني أنا ضمير مفصل ومن اتبعني عطف عليه والعادف والمعطوف في الحكم سواء وإن على ضمير الرفع المتصل عطفت ففصل بن ضمير المفصل أو فاسل ما وبلا فصل يريد أي ومن اتبعني أي ومن آمن ومن من حروف العموم من حروف العموم والاشتراك فكل من قال لا إله إلا الله رئيسا كان أو مرؤوسا حاكما كان أو محكوما عربا كان أو عجبا إماما كان أو مأموما سابقا كان أو لاحقا كل من قال لا إله إلا الله مسؤول عن الدين ويسأل يوم القيامة أمام رب العالمين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فنحن النائبون عن حدرة النبي والنائب الفاعل يقوم مقام الفاعل مستعدون إن شاء الله وعندنا اجتماع الخميس القادم الخميس الجاي في مدينة ميلند نحن اليوم في مدينة الأولياء وفي موذاهبين إذا مالية كذلك فإن شاء الله تعالى الطلب الحار مننا إليكم أن تشرفوننا بحضوركم بهذا المؤتمر الإسلامي إن شاء الله تعالى فمستعدون إن شاء الله جزاكم الله خير ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاقهنا وفاقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر